نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وهو سيد الحكماء في زمانه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى والأنبياء في أفعالهم لا يوجد خطأ ولو يوجد شيء خلاف العقل ولا يوجد سهو لماذا الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الجواب لكي يكون أسوأ العاطفة الأبوية الأب لازم يكون عطوف تجاه أبناء حتى إذا أبناء أخطأوا يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أبناء الذين أخطأوا يجوا يطلبون العافو ماذا قال يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين طبعا يعقوب ما كان وهابي حتى يقول لهم روحوا مشركين توجهوا إلى الله مباشرة ليش جايين عندي وإنما يعقوب كان نبي من أنبياء الله ماذا قال لهم؟ قال سوف أستغفر لكم ربي وفي الأحاديث أنه كان ينتظر ليلة الجمعة لأنها ليلة تفتح فيها أبواب الدعاء والله سبحانه وتعالى يرسل ملك في ليلة الجمعة يطلب من الناس ويدعوهم إلى الاستغفار يرسل ملك ليس مثل ما يقول الوهابيين أنه هو والعياذ بالله يركب على حمار ثم ينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى ويقول هذا الكلام هذا تحريف في الحديث الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا من الملائكة وينادي بهذا النداء على كل حال فيعقوب الله ذكره بهذه القضية لكي يكون أسوأ أنت أب لازم تكون عطوف تجاه أبنائك بعض الآباء بعض الأحيان يخاشنون أبنائهم وهذا ليس صحيح أن يخاشن أبنه لأنه المفروض أن تربيه والتربية لا تكون عبر المخاشنة نعم قد يكون في بعض الأحيان يحتاج إلى تأديب وذلك ضمن الحكمة لكن هذا ليس معنى أنه دائما تتعامل معه بالخرق وبالعنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر